من أم درمان ينضم إلينا مراسل الحدث نزار البقداوي أهل النزار لك أن تطلعنا على سير التطورات العسكرية لليوم لكن تحية تهاني ولكل سادة المشاهدين نجمل ونبدأ بأبرز ما يحدث الآن على أرض الواقع هنا في مدينة أم درمان وفي عدد من المدن السودانية هناك حالة من الفرح والسرور تطوف الآن في أرجاء تحديدا محلية كرري ومنطقة أم درمان الكبرى وعدد من ولايات السودان بعد أن أعلن الجيش السوداني رسميا اكتمال المرحلة الأولى ووصول أي التحام القوات التي توجد هنا في منطقة كرري مع القوات التي توجد في مقر سلاح المهندسين جنوبي أم درمان هذه الخطوة تهاني توصف عسكريا وأمنيا بأنها خطوة مهمة وخطوة مؤثرة للغاية لأن هذه الخطوة تعطي الجيش إمكانية أن يتحرك في المناطق الغربية لمدينة أم درمان والمناطق الجنوبية لمنطقة أم درمان الكبرى وسلاح المهندسين ومنها إلى منطقة الفتحاب ومنطقة صالحة ويتمدد في عدد من المناطق منطقة المهندسين كانت معزولة لأكثر من تسعة أشهر وكان هناك صعوبة في إيصال الإمداد العسكري والغذائي والطبي لكن بعد نجاح الجيش والوصول بصورة فعلية وعملية إلى هذه المنطقة الآن يتحدث الجيش بصورة واقعية عن انفتاح عن تمدد عن خطوات جريئة ما كان يتحدث عنها في السابق ولكن الآن بالإمكان أن ينفتح وأن يتمدد في عدد من المحاور القتالية خاصة في مدينة أمدرمان نعم نزارو أريد أن أسألك نحن نتحدث على عشر أشهر تقريبا سنقارب العام على هذه الحرب وضع المدارس وضع المستشفيات الناس الذين تهجروا من بيوتهم داخل العاصمة أين ذهبوا؟ بصورة حقيقية هاني على وضع الإنسانية تمضي من سيء إلى أسوأ كل شهر وكل يوم يمر بين ثنايا هذه الحرب هذا يعني معاناة إضافية للمدنيين منظمة الهجرة الدولية تتحدث عن أكبر كارثة إنسانية تتعلق بنزوح ولجوء السودانيين ما يقارب العشرة ملايين نازح ولاجئ سودان الآن توزعوا داخل السودان وتوزعوا في دول الجوار الأوضاع الصحية متأزمة الأوضاع الغذائية متأزمة خاصة في مناطق دارفور ومناطق كردفان ومناطق وسط السودان تحديدا في ولاية الجزيرة التي اقتحمت قوات الدعم السريع عدد من مدنها وعدد من القرى الأوضاع الإنساني يمكن أن نجمل ونقول بأنها أوضاع مقلقة وأوضاع تدفع للتساؤلات حول مصير آلاف السودانيين وملايين السودانيين الذين توزعوا في عدد من الدول جراء هذه الأزمة الإنسانية جراء هذه الحرب المستمرة لأكثر من عشرة أشهر هنا في السودان شكرا جزيلا من أم درمان نزار البقداوي مرسل الحدثة شكرا جزيلا من دواقوات الدعم شكرا